شاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لإدارة الإشارة أمان اثنان والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجية التعبوي لهيئات وإدارة القوات المسلحة تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض تقارير من مختلف المستويات والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتلي العالي لكافة العناصر المشاركة بمشروع ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال إدارة الإشارة مؤكدا حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر في مدال تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات